في المملكة جزء من تقصيرنا هو تقصيرنا في التواصل مع العالم حتى نبرز لهم من نحن لذلك لن نتحدث عن الحاقدين والناعقين ومن يحقد على المملكة ويريد أن يسيء لكل ما تقدمه للمملكة هذا لخارج حسبة وخارج معادلة لأن الكلاب التي لا يلتفت لها الواحد خاصة المؤمنين بمشروعنا ومؤمنين برؤيتنا ومؤمنين بكل ما يقوم من تطوير رؤية المملكة 20-30 هي البوصلة نحو المستقبل شبابنا وشاباتنا هم ركيزة أساسية فيها